رامي جمال ألحانه عالمية بصراحة وملحن شاطر جدا وبيتقل على اللحن وبيحاول يجتهد أكتر إنه هو يبقى مميز وملحن فريد من نوعه بصراحة بيعمل ألوان كتير متعودين عليها وفي ناس مننا متعرفش مين رامي جمال لأنه هو مش واخد حقه في الشهرة كفاية وطبعا أعماله كلها عالمية أنا واحد من معجبين رامي جمال من زمان وامتابعه وامتابع كل أغاني وكل ألحانه وبصراحة صوت مختلف وأداء مميز وألحان مميزة أغنية من أول دقيقة اللي غناها سعد لمجرد وإليسا عملت ضجة وأخدت ترند رقم واحد على اليوتيوب في المحتوى الرائج في المحتوى الموسيقى رقم واحد لحد الآن وده يرجع لعدة أسباب من أهم الأسباب هو اللحن طبعا سعد المجرد وإليسا نجوم كبار جدا وخمات صوتية مميزة وكلنا بنحب أغانيهم ومتعودين عليها وعشنا أجمل ذكريات وأجمل حالة حب لأغاني إليسا وأغاني سعد المجرد طبعا الأغاني اللي بتفرفشنا اللي بتحركنا كلنا كمل على الموضوع ده لحن الفنان والنجم الكبير رامي جمال الفنان الكبير سعد المجرد عنده خامة صوت مميزة والنجمة إليسا الفراشة عندها خامة صوت جميلة حنيينة قدت إن الأغنية يبقى شكلها دلوقتي كده اللي احنا كلنا العالم كله دلوقتي بيسمعها وأغنية حققت نجاحات كبيرة في وقت قليل يمكن دلوقتي بقالها حوالي أسبوع أو أقل عملت أرقام كبيرة على اليوتيوب وأرقام كبيرة في المحتوى الرائج للموسيقى العالم كله عارف النجم سعد المجرد ويعرف النجمة الكبيرة إليسا لكن في بعض مننا ما يعرفش مين هو رامي جمال تعالوا بسرعة نتكلم على الملحن صاحب لحن أغنية من أول دقيقة اللي غناها سعد المجرد وإليسا بس قبل ما أبقى حابب أشكر كل المتابعين وكل الناس اللي بتشترك عندي في القناة ولو حضرتك لسه مشتركتش أتمنى تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عالك كل عشان يوصلك مني كل جديد يلا بينا نشوف مين هو رامي جمال رامي جمال ملحن عبقاري جدا ومميز وألحانه مميزة ألحانه كتير وهو يمكن فيه شوية مننا ما يعرفوش مين رامي جمال قصة رامي جمال باختصار مع الألحان أو كونه أنه هو يبقى ملحن بدأت منه هو بيدرس في الجامعة كان بيعمل ألحان ويغنيها هو وصحابه وكده لحد ما جاء واحد صاحبه شعر بدون ذكر أسماء أو شعر كبير طبعا دلوقتي قال له أنت ألحانك جميلة وعجباني وإيه رأيك أن بيع الألحان دي بدل ما أنت تغنيها وأنت لسه مش معروف لا إحنا نبيعها لفنانين كبار ومطربين معروفين وإنت هتتشهر مع الوقت وبرضه الدنيا تمشي يعني فطبعا رامي جمال رفض جدا لأنه هو كان عايز يغني هو شايف نفسه أنه هو مطرب عايز يغني فبيعمل ألحان كويسة ويغنيها عشان يوصل بيها كمطرب إلا أنه هو فكر في الموضوع اللي قال له عليه صاحبه الشعر وقال طيب ماشي نبيع الألحان دي أو نوديها المطربين كبار يغنوها وفعلا كان أول لحن ليه عمله لفضل شاكر كانت أغنية فين لياليك اللي غناها فضل شاكر وألحان رامي جمال وبعد منها توالت الألحان وطبعا السكة دي هو لقى نفسه لقى أن الموضوع أسرع في الوصول وأسهل وأنه هو كملحن أحسن من أنه هو يغني في الوقت ده يعني في الفترة دي فطبعا عمل أغاني لشيرين وعمل لمصطفى أمر وعمل ألحان كتير لفنانين كبار لحد ما بدأ في فترة أنه هو بقى يلحن وبدأ أنه هو ينتج ألبومات لنفسه ويعمل أغاني لنفسه عشان برضو حب الغنى كان موجود ما راحش من عنده إن هو يبقى مطرب ومغني وعمل أغاني كتير كسارات الدنيا وإن شاء الله نتمنى له التوفيق الكبير وإن شاء الله يوصل للعالمية زي دلوقتي ما هو عامل لحن مكسر الدنيا والعالم كله بيسمعه اللي هو لحن أغنية من أول دقيقة غناء سعد المجرد وإليسة يا رب التوفيق ليا ولكل الناس أشوفكم في أحسن حال ما تنسوش اللايك والشير استنوني في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة